إذا كان سعر الطابع البريدي 0.4 درهم كم سعر ألف طابع؟ هناك طريقتان لحل المسألة تدربوا الطريقة الأولى سعر الطابع الواحد 0.4 درهم احسبوا سعر عشرة طوابع بما أن سعر الطابع الواحد 0.4 درهم يمكنكم حساب سعر عشرة طوابع عن طريق تحريك الفاصلة إلى اليمين منزلة واحدة أي أن سعر عشرة طوابع يساوي 4.4 درهم احسبوا الآن سعر مئة طابع كرروا الشيء نفسه حركوا الفاصلة منزلة أخرى إلى اليمين إذن سعر مئة طابع بريدي يساوي 4.4 درهم فكروا في المسألة مجددا إذا كان سعر الطابع 0.44 يكون سعر مئة طابع 44 درهم لأنكم تحركون الفاصلة إلى اليمين منزلتين الآن احسبوا سعر ألف طابع عليكم تحريك الفاصلة منزلة إلى اليمين مجددا تذكروا أن كل مرة تحركون فيها الفاصلة منزلة إلى اليمين يعني أنكم تضربون العدد في عشرة سعر ألف طابع بريدي إذن يساوي 440 درهم يمكنكم وطع الأصفار إلى يمين الفاصلة فهي بلا قيمة هنا جربوا حل المسألة بشكل مباشر 0.44 ضرب ألف يعني أن تحرق الفاصلة ثلاثة منازل إلى اليمين منزلة منزلتان ثلاثة منازل أي أنكم تحرقون الفاصلة من هنا إلى هنا إذن سعر ألف طابع يساوي 440 درهم الآن جربوا حل المسألة بالطريقة التقليدية ألف ضرب صفر فاصلة أربعة وأربعون أربعة ضرب صفر يساوي صفر أربعة ضرب صفر يساوي صفر أربعة ضرب صفر يساوي صفر أربعة ضرب واحد يساوي أربعة ضعوا صفر هنا لأنكم تنتقلون منزلة إلى اليسار أربعة ضرب صفر يساوي صفر أربعة ضرب صفر يساوي صفر أربعة ضرب صفر يساوي صفر أربعة ضرب واحد يساوي أربعة الآن اجمعوا العددين صفر زائد صفر يساوي صفر 0 زائد 0 يساوي 0 0 زائد 0 يساوي 0 4 زائد 0 يساوي 4 وهنا 4 الآن ضعوا الفاصلة بعد الرقم الثاني من اليمين لأن الفاصلة في 0.44 موجودة بعد منزلتين ضعوا الفاصلة هنا هكذا تكونون قد انتهيتم من حل المسألة ترجمة نانسي قنقر